يبدو أن أزمة الغذاء التي عصفت بالعالم في الآوينة الأخيرة كشفت عن اقتراب تغيير بعض المعطيات في موازن القوى والنظام الاقتصادي السائر أين بحث الرئيس السينيغالي ورئيس الاتحاد الإفريقي ماكيسال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معالجة أزمة شبح الجوع في القارة الإفريقية بسبب نقص صادرات الحبوب جئت إلى موسكو للدفاع عن الدول الإفريقية التي هي ضحية الأزمة الروسية الأوكرانية خصوصا على الصعيد الاقتصادي ماكيسال أكد أن العقوبات الغربية ضد موسكو حرمت البلدن الإفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة الأمر الذي يشكل تهديدا خاطيرا للأمن الغذائي في القارة خصوصا وأن القارة الصمراء لم تعرف سوى الحروب وأزمات في ظل الهيمنة الغربية لا يخفى على أحد أن تلغيم الموانئ من طرف الأوكرانيين هو الذي تسبب في عرقلة عمليات تصدير القمحة توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا والاتحاد الإفريقي خطوة يعتبرها المتتبعون للشأن الاقتصادي بأن موسكو تسعى لضم حليف لم يعرف الغرب كيفية التعامل معه